وده اللي هيوديني ان بعد العقوبة كابتن امين عمر عمل ايه بقى كابتن امين عمر عنده يعني حلاكة طرد الفرجاني ساسي فولين ضرب رهاب ما حسبهمش راح الراجل تنرفز راح طرده راح عشان اعترض عليه قابلها برضو اشرف بنشار ايه معرفش كذا حاجة كذا موقف كده لكابتن امين عمر تقريبا عمره ما حسب ضرب الجزاء بنسبة كبيرة مثلا الا مايرجع للفار الكرة تيجي في الايد ما يحسبهاش روح الفار يقوله حسبها يعني مواقف كتيرة كده فزمالك كان واخد منه مواقف يعني غير كمان ان والده يعني كابتن محمد عمر لعب اسكو اهلاوي متعصب بصورة كبيرة جدا وبتاع وبيعلن ده ومن جمهور الدرجة التالتة للنادي الاهلي يعني وبالتالي الزمالك كان واخد مواقف من امين عمر يعني فما كانش عايزه يحكم فراح حكم المطش ده المهم من الكابتن امين عمر وانا بقول لكم ما هو يا جماعة قلولي نظام كلاتنبرج انا بقول لكم هو الله جماعة هو مش النادي الاهلي حسب المفروض بقى ان ابراهيم نور الدين حسب 26 سنة سانية ومرضاش يخلي سيراميكا يروح يجيب جون مفروض يعاقب لقى كلاتنبرج معاقبوش الحكم اللي بتاع فاركو 97 وكملها لدي امية زود 3 دقايق على 7 دقايق معاقبوش عادي جدا اما جيبها كابتن امين عمر السبع دقايق دول راح ادى انذار لمستر فريرا وسامسون وقع في شك في ضرب الجزاء وابتدت لعبت زي مالك تقوله وروح للفار وراح هو جاري لفريرا وراح مدي وبعد كين راح قال لك ايه لعب يعني عدم السبع دقايق على الاقل دقيقتين يروح هو ينهي الوقت قبل خمس ثواني من السبع دقايق ليه يعني انت دقايق سبع دقايق لايه لا تديهم كاملين وتزود عليهم كام ثانية لايه لا تزود الوقت اللي انت ضيعته دقيقتين زي ما بيقول لا دا كينه ايه بيخلص بيخلص من القصة وكلنا شوفنا ضرب الجزاء بتاع السيف الجزيري اللي هي كانت تكون غفوغ ومن لعب اسلام صلاح وبالتالي جمهورة نرفز اخطأ عقب تخيالوا بقى بعد ما ربطت الاندية ولجنة المسابقات نزلت عقوبات على الزمالك على فريرا عشان ما حضرش المؤتمر الصحفي على الجهاز الفني عشان بعد المباراة طرد على امير عمر عشان على الجمهور اللي تلفز ضد امير عمر او رمى ازاز مية او حاجة زي كده فعقب الجمهور وعقب اكتر من الف شخص وقلتلكم ما عنديش مشكلة اللي حتطبق على فريرا على لعبت الزمالك على جمهور الزمالك على اي حد يخطي ما عنديش مشكلة احنا بنبحث عن العدل مش على راسنا ريشة احنا مش على راسنا ريشة احنا كلنا بنغلط بما فيهم الزمالك بيغلط يعاقب لكن كابتن امير عمر عمل ايه بقى هتطولي كده البتاع كده بعد ما العقوبات نزلت راح كابتن امير عمر عمل ايه بس عمل على صفحته كده بس يا بصوا ايه هو مسمي نفسه ايمو محمد اشي هو اسمه امين محمد عمر بس هو طبعا كابتن اسمه كابتن امير عمر اسم الشور امير عمر لكن والده محمد عمر فهو راح عامل كده وش ورح منزل بس يعني معقولة يعني هي دي العقوبة بس هو كان كاتب بقى تقرير محترم تلاقيه فهو متدايق ودي اول مرة تحصل ان حكم يعمل كده فابتدت الحكام اللي معاها على الصفحة يبعثوا البعض ايه الحق ده امين عمر كاتب بس ده امين عمر اه محترد مع ان ده مش وظيفتك انت بتكتب تقريرك التقرير ده بيدي بقى عشرين مطش خمستاشر مطش تلت يام عشرين يوم انت كحكم عملت وظيفتك لان انت لا تعادي نادي ولا تعادي جمهور وانت ببس دي بتقفل مساحة ان انت تتحكم للزمالك تاني طبعا ان ما شفنا ده وحصل ده رئيس نادي الزمالك تواصل مع ربطة الاندية تواصل مع ربطة الاندية وقولهم ادي الحكم اللي انا ما كنتش عايزه بيعلق على لجنة مسبقات وبيتريأ وبيقول بس ربطة الاندية نص ساعة امين عمر كان شال البس دي من على صفحته ويتحول للتحقيق واعتقد ما ينفعش يحكم للزمالك تاني لفترة مش قريبة لان هو كده دخل نفسه نوع من التحدي مع الجمهور لان انت دورك حكم فقط هنقبقى على السوشيال ميديا كمان نعلق وقال يعني ما يقول بس بعد القرارات فما حدش يقل هو بيقول بس يا جماعة كان في قطة مشى في قول له بس يعني ما انا ممكن بقى اقول اي حاجة يعني فهم ما قوزي انا مش قصدي حاجة ده انا في قطة قدامي فقلت انا منزل تعليق قلت بس بس يعني يعني بس ده كان كلام كابتن امين عمر ولكن للأسف ازا مالك تحكيميا وانا قلت لكم والله 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 العظيم وانا حلفت بوالله العظيم اهو وده حلفان احسب عليه ان الحكام نفسهم بيتكلموا ان كلاتنبرج غريب جدا واحساسه من فيه توجه يعني هم حاسين كده يعني حكم بيعاقب اي حد عمل حاجة ضد الاهلي وبيكافئ اللي اللي ما حسبش الوقت الكافي حسب ضرب الجزاء للزمالك ازاي تحسبها ما فيهاش حاجة وانا بقول لك اهو يعني انا هتودي كرة تزيزو تاني دي يعني والله العظيم بص انا بسيبكوا بقى من الاهلوية والزمالكوية اللي بتفرجوا علينا الزمالكوية بقى هيبقوا معايا والاهلوية هيبقوا ضد على طول لكن فيه في الوطن العربي بيتفرجوا علينا ناس مثلا سعوديين اماراتيين عمنيين بيشوفوا كرة كده زي ما ناس مثلا نشوف كرة بين الهلال والنصر مثلا فبيشوف كرة مثلا او بين الهلال والتحجد فهقول الصورة بقى تقول يا رأى ترى دي ضرب الجزاء ولا لا انا متأكد ان الوطن العربي والناس اللي بتتفرج علي اما تتفرج على الكرة دي هتقول ضرب الجزاء مليون اهي السنت اما بتكون عشان الناس بس للأسف فيه فرق جبير بين اللي لعب كرة اللي لعب كرة واللي ملعبش كرة يعني انا اما اكون بجري بكل قوتي واعمل الكرة كده كده فانا كده خلاص بقيت مش استابل انا بعمل الكرة كده وبرجع عشان اروح للكرة عكس اتجاه فانا بعمل كده واحد عمال لي كده انا مش استابل اساسا انا مش انا مش ثابت على الارض فان اي حد هتمسكني انت بتمنعني بتحط ايد هنا وانا بعمل كده وتعملي كده وانا خلاص انت وقفتني ضرب الجزاء هو انت هو انت بتلعب على الكرة هو ايدك دي في وضع طبيعي هو ايدك ما تروح لأفاية او تروح لراسي وقفاية وتحط كده وتمنعني ده ده وضع طبيعي تتشريحيا طبيعي في الكرة وانا بعملها بكعبي ورقصتك لكن للأسف انا معرفش الناس دي بيتحلل على اساس ايه والتحكيم بالنسبة لها عامل ازاي هل فيه توجهات هل ممكن مرة نقول كده ومرة نقول كده ومرة نقول اه ومرة نقول لا هل ممكن حتى كمان للأسف للأسف تحكيم على مستوى العالم هتقولي اي حاكم على مستوى العالم بيحلل حالات تحكيمية يقولك الكرة دي مش تسلل بيعدل على تقنية الفار بيعدل على تقنية الفار اللي هي تقنية الفار دي حاجة آلية يعني لو فيه سنتي زيادة في كتف سنتي زيادة أقل يعني هتجيبها انت بعينك وانت بتتفرج على التلفزيون تقولي دي تسلل ولا مش تسلل وتقنية الفار والتلفزيونات والجهاز اللي بيتحط عليه ويطلع لك اللي بتاعه ويقولك دي تسلل ولا مش تسلل إيه تاكمد منه؟ إيه تاكمد؟ إيه ده يجد عنده؟ إنت عمرك شفته في بريطانيا يقولك لا على فكرة الوقت بتاع تقنية الفار ده الجهاز ده لا 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 أنا اللي بقولك بعنايه وأنا شايفها دي تسلل بقه أهي تسلل بوسي الحتة دي الحتة دي فقه يانها رب يا ده جماعة إحنا وصلنا لمرحلة دي وصلنا لمرحلة دي عشان نجامل أنديه على حساب أنديه عشان نجامل أنديه على حساب أنديه ناعد نقول دي تسلل ومش تسلل كمان؟ هنفتي كمان؟ وتقنية الفار موجودة؟ بنفتي؟ إيه 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 عشان نرضي مين؟ عشان نرضي مين؟ والعمل ده يا جماعة العمل ده عمل لابد أن يكون له ضمير ده قاضي ده قاضي يعني عارفين يعني إيه قاضي؟ قاضي بما يرضي الله هو أنا مثلا ممكن أشوف كورة ألاقي مثلا محمود علاء رحشال واحد على الوينش الأرض ما كان بيلعب مثلا ولا محمد عبد الغني ولا الوينش وأقول على الفكرة فاش حاجة خالص لا ده هو كان بيطبطب عليه بس لا 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 فاش حاجة هقول ضرب الجزاء يعني هعمل إيه يعني هقول إيه يعني على العموم في النهاية إحنا بنتمنى يكون فيه تنافس شريف إحنا صحاب وأصدقاء وبنحترم بعض بره الملعب فيه ردود أفعال جوه الملعب فينا رفزة جوه الملعب عادي بتحصل النهاردة كمان يعني كنت سمعت خبر زعاني وهو إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي وقابليها أكرم توفيق جاله رباط صليبي ويمكن من أيام قليلة كمان لعبنا السابق صلاح ريكو لعب غزل المحلة جاله رباط صليبي وقابليها كابتن مصطفى شوبير ابن الكابتن أحمد شوبير جاله غضروف الرجبة كل دول بنتمنى لهم السلامة وبنتمنى لهم الشفاء ويرجعوا يلعبوا ضدنا في الملعب وينفسونا ونكسبهم ويكسبونا إحنا عمرنا ما نتمنى الشر ولا الإصابة لأي لاعب حتى لو اللي بينافسني في الملعب إحنا بنتمنى أن إحنا نتنافس جوه الملعب ألف مليون سلامة لكريم فؤاد لأكرم توفيق لمصطفى شوبير لطبعا صلاح ريكو لأي لاعب بيصاب ربنا يشفي كل لاعب مصاب لأن ده عمله وأكل عيشه وموهبته ودايما عايزين نستمتع باللعيبة جوه الملعب نتنافس ونبقى كل واحد عايز يكسب لكن بره الملعب بتمنى الخير للجميع شكرا